أعلنت اللجنة العسكرية الحكومية المشاركة في المحادثات الجارية في العاصمة الأردنية عمان تعليق مشاركتها على خلفية العدوان الحوثية على تعز وأوضحت اللجنة في بيان إن التعليق يأتي نتيجة لقيام الميليشية الحوثية بشن هجوم عسكري واسع في محافظة تعز نتج عنه عشرات القتلى والجرحى وقالت اللجنة إن الهجوم الحوثي كان يستهدف إغلاق آخر شريان رئيسي يغذي مدينة تعز المحاصرة منذ سبع سنوات وأكدت اللجنة أن تعليق مشاركتها سيستمر حتى إشعار آخر وطالبت الأمم المتحدة الإضطلاع بواجبها تجاه هذه الممارسات والجرائم التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والتوضيح للعالم حقيقة التعنت الحوثي والأساليب الملتوية التي يمارسونها في التملص من التزاماتهم بالهدنة الإنسانية